من الطبيعي جدا في حال انتشار مرض في أي مجتمع أن يتملكهم الخوف وتلك فطرتهم في الإنسان ونحن المسلمون أكرمنا الله بثلاث تحصينات نبوية إن حافظت عليها بيقين وحسن ظن بالله فلن يصيبك مكروه بحول الله أما الأولى فأذكار الصباح والمساء حيفظ لك من كل مكروه طول يومك أما الثانية ذكر الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فضلها كما في الحديث كفيت وهديت ووقيت وأما الثالثة إذا نزلت أي منزل كمقر عملك أو مدرستك أو مستشفى أو سوق تقول مرة واحدة أعوذ بكلمات الله التامعة من شر ما خلق فضلها في الحديث لن يضرك شيء حتى تغادر ذلك المكان ختاما هناك دعاء صحيح كان يردده النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس محددا بوقت اللهم أن يعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام وأسأل الله العافية لي ولك ولجميع المسلمين اللهم آمين